افتتحت محافظة الفيوم معرض أهلاً رمضان لبيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومدرية التموين والتجارة الداخلية بمدينة إبشواي وقد شملت أقسام المعرض المختلفة مختلفة السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات شهر رمضان حيث يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وبإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق